موسيقى الله أبو الخير سؤال يتبادر إلى أذهاننا هل ستواجه مسودة موازنة 2023؟ مخاض عسير بعد قرار مجلس الوزراء بتعديل سعر الصرف إلى 1300 يعني 100 دولار يقابلها 130 ألف دينار عراقي والتوجه لتعديله في مسودة موازنة 2023 هل ستجهد مرحلة وصول مشروع إلى البرلمان عقبات؟ وما بين غياب التعداد السكاني؟ كيف يتم تخصيص نسبة المحافظات في الموازنة من ناحية الاستثمار؟ وأيضاً كيف اليوم ممكن أن نشغل ونستثمر بين حصة الإقليم وعدم دستورية تحويل الأموال؟ هل مشروع موازنة 2023؟ في مخاض عسير؟ هذا اليوم سؤالنا اللي راح نسأله إلى ضيوفنا الأكار المتوجين ويانا في الستوديو أرحب أجمل ترحيب بالسيد النائب الدكتور ياسين العيثاوي عضو لجنة التعليم العالي نيابية يا أهلاً ومرحباً بيك دكتور أهلاً بيك وأرحب أيضاً أجمل ترحيب بالسيد علي فضل الله مستشار المركز العراقي للدراسات يا أهلاً ومرحباً بيك وأيضاً أرحب أجمل ترحيب بضيفي عبر سكايب الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ علوم السياسية يا أهلاً ومرحباً بيك حياك الله ذكرنا أن اليوم هل ستشهد موازنة 23 مخاض عسير؟ شون رأيك دكتوري اليوم؟ خاصة بعد ما رجعت مرة أخرى أو لم تقدم إلى مجلس النواب بعد طلب الحكومة بتعديلها على سعر الصرف الجديد ودولة رئيس الوزراء في تصريح في يوم السبت عند رقائه بمجموعة من الإعلاميين قال أن خلال أسبوعين ستكون الموازنة جاهزة للتقديمها إلى مجلس النواب بعد تعديلها على سعر الصرف الجديد بسم الله الرحمن الرحيم شكراً جزيلاً سيد جيهان على هذه الاستضافة وأطلال على جمهورنا من خلال فضائية سامرة والشكر موصول لجمعتيني مع أخويا دكتور قحطان بعد مدة غياب سهلاً سهلاً فأرحب به من خلال فضايتكم بالنسبة للموازنة بالتأكيد أن الموازنة ستجهد مخاض المخاض هذا متأتي من سببين السبب الأول هو تغيير سعر الصرف بعد أن انجزت مراحل متقدمة من إقرار الموازنة والإعداد إقرار الموازنة ومن ثم رجع سعر الصرف على 130 أسهم في أن يكون هناك عرقلة بعض الشيء وممكن أن تكون هناك أيضاً خلل في ميزان المدفوعات أو القيمة التقديرية للموازنة لهذا السبب أن الموازنة رجعت مرة ثانية في أورقة مجلس الوزراء لإعادة احتسابها من جديد ومن ثم تصويت علىها في مجلس الوزراء قبل إرسالها لمجلس النواب أعتقد أنه بكرة الثلاثة أو الثلاثة القادم سيصوت على الموازنة قبل إرسالها لمجلس النواب نعم هذا ما ذكر سيد رئيس الوزراء بدقة مثل ما ذكرت اليوم خلينا نسأل اليوم دكتور علي فضل الله سيد علي فضل الله برأيك هل ممكن أن نشهد عجز هناك من يقول سيكون هناك عجز في الموازنة العراقية فهنا نسأل كيف سيتم التعويض لهذا العجز الحضور تيتش والدكتور ياسين اللي فاتت ترحيب يا مدرس اعلان علي وكذلك دكتور قحطان وكل مشاهدي قناتكم الكريمة يعني على العموم دائما مشروع قانون الموازنة يأخذ الكثير سواء من مجلس الوزراء أو مجلس النواب وهذه للأسف أصبحت عادة متعارف عليها في العملية السياسية معتبار أنه قانون الموازنة يعتبر من أهم القوانين المتحركة والمتغيرة مع تغير واردات الدولة العراقية طبعا أكيد موضوع العجز خصوصا بعد تغيير سعر الصرف من 1450 إلى 1300 قطعا هذا الموضوع راح يكون على كاهل الحكومة العراقية وخيرا فعل برأي السيد دولة الرئيس محمد إشياء عندما أعى سعر الصرف باحتبار أنه كان الثقل الأكبر في الموازنة السابقة على كاهل المواطن العراقي نعم قد يحدث عجز كبير جدا باحتبار فارق السعر بالإضافة إلى الديون السابقة التي في ذمة الدولة العراقية مجموح هذه الأمور مع قلة الوالدات نسبة للمصرفات في الموازنة قطعا راح نشهد عجز قد يفوق على برأي يمكنني 50 تريليون دينار في المرحلة هل يؤثر على المواطن هذا العجز اليوم هذا السؤال المهم شوف هل يصير أكون عجز الدولة مسؤولية تحل مشاكل الدولة لكن هذا العجز ممكن أن يلقي بظلالة على المواطن شوف الحسابات التكتيكية سجيهان يعني على المستوى القريب قطعا المواطن مرح يتأثر بهذا الموضوع تتأثر بالحكومة العراقي لكن على المستوى البعيد قطعا المواطن أيضا راح يتأثر بهذا الموضوع شلون نحن للأسف أغلبية العجز سوف يغطى من الديون الداخلية والخارجية وهذا ما رح يرتب فوائد كبيرة جدا عليمن على الدولة العراقية بالتالي الفوائد على المستوى البعيدة رح تصير من حصة المواطن يعني أجياننا القادمة رح تكون مسؤولة عن الموضوع برأيي من المفترض وهذا أعتقد اللي عمل علي دولة الرئيس خلال هذه المرحلة من المفترض أنه عندنا صرفيات كثيرة تسجل في موازنة هي قد تكون غير ضرورية من المفترض الآن يعني تقديم الأولويات والمهمات في موضوع تقنين الموازنة برأيي إذا أخذنا هذا الموضوع بنظر الاعتبار قطعا مستوى العجز رح يقل وبالتالي رح يقل الضرر لا على المستوى التكتيكي وعلى المستوى الستراتيجي البعيد على المواطن والدولة العراقية طيب أرحب أجمل ترحيب بدكتور قحطان الخفاجي عبر سكايبو هنا إذا ما اتفقنا أن هناك عجز سيكون في الموازنة العراقية هنا نسأل يعني اليوم كيف سيتم إدارة هذا الملف وهل فعلا سيكون يعني المتأثر الأكثر هو المواطن العراقي شكرا هذا غزل الضيوف شكرا جزيلا حقيقة تجربة المرة لتعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الموازنة كانت لأسف بدلة سلبية فغالبا ما يذهبون إلى تجاوز الأزمة المالية أو النقص المالي في الاقتراض الخارجي والاقتراض الخارجي الأسف الشديد يصحب مآسي كبيرة لعل الديون والفوائد هي ما يتفق الكاهل للدولة واحد اثنين المشكلة اللي أعرف لماذا غائبة عن الحكومة وكل الحكومات فكرة التقشف أو الاقتصاد في الصرف العام أو الصرف الخاص بالموازنة وهناك مبالغ تصرف كما قال زميل قبل لحظات كثير من هيالات تعطي أكلها لصلاح العام وممكن تجاوزها أو التقشف بها الشيء المهم الأسف الشديد الثالث هو أن جانب كبير من الفساد ما زال موجود ويضرب أطنابه في العملية السياسية بشكل عام وفي آلياتها لذلك نعتقد أن الحكومة إذا ما ذهبت إلى الاقتراض علم أن لديها فائض مالي جيد مخزون مالي جيد في البنك حوالي 120 مليار دولار كما تقول لبعض الأنباء ونقول المفروض أن يكون دكتور لماذا تذهب نحو الاقتراض هنا أتوقف لحظة يعني لماذا تذهب نحو الاقتراض أنا قلت لأن التجربة السابقة للحكومات المتعاقبة غالبا ما ذهبت الاقتراض وكأنها حالة شبه مفروضة ودلي على ذلك على سبيل المثال أتذكر أيام حكومة جعثري آخر أيام كان قد تباهى أن في الميزانية 30 مليار دولار وذهب الاقتراض 50 مليون من البنك المركزي وضيفت عليها أربع ضعاف من الديون الفوائد إذن هنا خلال الذي جربت التجارب السابقة للحكومات المتعاقبة تجعلنا كمتابعين نحضر من هذا التوجه هذه نقطة وحدة لم يكن هناك حقيقة الذهاب باتجاه تقنين الصرف بالعقس سمعنا قبل أيام ليست بعيدة إعادة صرف الأموال التي أجلت أو حجبت عن مستحقيها من دولة اقتصاصات العالية الدولة والدرجة الرفيعة بأثر رجعي في وقت نحن نأن من الضائقة المالية بشكل عام للدلة والديون إذن هذه الدلالات التي تجعلنا نعطي شكاً أن الحكومة قد لا تكون خارج هذا السياق ولكن نتمنى أن تكون حكومة السوداني تقفز على هذا السياق الخاطئ طيب خليني أرجع لدكتور ياسين يعني برأيك اليوم استقراءاتكم أنتم لم تطلعون يعني أو هناك تسريبات لا أعرف يعني اليوم هل ستكون تشغيلية استثمارية هل فعلاً ممكن أن تقع الدولة في خطأ الاقتراض مرة أخرى لأنه نحن نعلم أن الاقتراض يكلف الدولة يعني محاذير كثيرة على أشياء ممكن نحن كمواطنين لا يعني تكون إلها علاقة بقوتنا بتوظائفنا بكثير من الأشياء الأخرى سجع خلي نناقش بدءاً استراتيجية الموازنة أحنا عدنا حوالي ممكن نعطي رواتب 8 ملايين مواطن ضيف لهم اليوم 700 ألف أصحاب العقود ورح نرجع لهم وهذا إشكالية يعني إشكالية مستقبلية على قدر ما أحنا نريد نوفر فرص عمل لأبنائنا وبناتنا والخريجين ونستثمر كل الطاقات اللي موجودة بالمجتمع نحولها إلى طاقة إيجابية ممكن أن تنفع الدولة لكن التعيين في هذا الشكل رح يضور الدولة مستقبلاً يعني منين رح نوفرهم مرتبات بس الدولة قصرت في إيجاد البديل هذا اللي يتكلم عننا يعني بدل ما كان عيننا 700 ألف أو مليون مفروض نخلق فرص عمل بقطاع الخاص ونقنن القطاع الخاص بما يضمن مستحقات الموظفين العاملين أو العاملين في القطاع الخاص من جراء الضمان الاجتماعي وإيجاد قوانين تضمن حقوقهم سواء كانوا بالعمل والتعامل وساعد ساعات العمل أو التقاعدية نعم جئنا وفرنا 700 ألف فرصة نقطيها بالحكومي وهذا خطأ كبير خطأ مستقبلي كان المفروض الفلوس هذه تستثمر في القطاع الخاص ومن ثم إيجاد فرص عمل ممكن تستثمر فرص عمل إلى مليونين فرصة عمل تستوعب الخريجين وغير الخريجين المواطن مني يجد فرصة عمل مرتب ومن ثم ضمان اجتماعي ما راح يروح بالتجاه التوظيف الحكومي يتجي بالقطاع الخاص على العكس القطاع الخاص يعني يعطي فرصة لإبداع المنافسة للابتكار وهكذا هذا اللي موجود فيه كل دول العالم القطاع الحكومي اللي موجودين به القطاع الحكومي نسبة الإنتاج يعني تكاد تكون 17% إلى 20% بالنسبة للموظفين احنا قلنا راح تكون استثمارية وتشغيلية دكتور اللي ثمين تشغيلية واستثمارية ممكن أننا نذهب تجاه الاقتراض إذا ما فعلا صار هناك عجز حسب نشوف اللي هل هناك عجز أم لا بدأ وإذا كان هناك عجز كيف ممكن نغطي يعني هل يعني احنا كحاسبين كد حاسبين نسبة الكل يتفق على وجود العجز يعني هما نسبة العجز دين نزل سعر الصرف خلنا نشوف احنا كد نسبة البرميل النفط كد حاسبينه بالموازنة إذا حاسبينه بقيمة وينباع بقيمة وليه ممكن تغطي العجز اللي توقعاتك أعتقد ما راح يكون عجز من هذا سنة الله يبشرك بالخير دكتور أتمنى إن شاء الله عفوا أتنا أيضا بالنسبة للتعليم العالي لا راح أرجع عاني راح أرجع لك دكتور بس خليننا أنا أسأل أستاذ علي فضل الله اليوم يعني ممكن نذهب للاقتراض مرة أخرى يعني على غرار ما حدث في حكومة السيد العبادي يعني ما أعرف هي أصبحتها يعني فد سمة لدى الحكومات موضوع الاقتراض يعني من المفترض على الأقل بالمستشار الاقتصاديين يعني يمطون رؤية واضحة للحكومة العراقية والابتعاد قدر للمستطاع حس إذا ما نقول ما نقترض فعلى الأقل أنه نقنن أو نحاول نحجم مستوى الاقتراض الخارج وحتى الداخل نفترض اليوم حنقترض نفترض اليوم حتى إحنا نتوقع السوحة رح نقترض يا مام مو نفترض طيب رح نقترض طيب إذا اقترضنا اليوم ماذا يعني تبعات هذا الاقتراض لا قطعا هذا الموضوع أو شوف تبعات سياسية واقتصادي حسن حذر من عند اليوم موضوع الاقتراض نكونوا واقعين عموم يعني دول العالم وكذلك حتى موضوع المؤسسات الأممية اللي يتفكر بإقراض العراق قطعا لديها أجندة سياسية وأجندة اقتصادية نعم هذا رح يكون حاكم على المسار السياسي والاقتصادي للعراق لذلك إيش قد ما يعني إحنا عدنا حكمة تنسب للإمام الحسين السلام الله عليه يقول استغني عن الشيء تكون نظيرة إذا هذا الشيء ما استغنيت عنه قطعا رح تكون أسيرة فبالتالي الاقتراض يجعل من العراق أسير لرسم السياسات على المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي برأيي وأنا أكرر هذه العبارة برأيي لدينا أبواف الموازنة بالإمكان للحكومة العراقية أن تتخلى عنها جانب آخر موضوع احتساب سعر البرميل برأيي أيضا فيه مجال كبير جدا ظهر بكتان لحظة كده لاني درد أسأل دكتور لا قصد هذا الببال يعني موضوع سعر البرميل من المفترض بالإمكان نرفع قيمة سعر البرميل في احتبار سعر الآن احتساب أقل من سعره الحقيقي الغرض هو من باب الاحتراز والاحتياط لكن هذا الاحتياط هو يودينا للاقتراض يا دكتور ما حدا مما بدأ هو المفروض أنه يكون غرق 20 دولار صح الحكومة الحالية غير مخيرة في موضوع التعينات محاضرين من الحكومة السابقة أصحاب الشهادات العليا من الحكومة السابقة بالإضافة للعقود لكن بالمقابل برأيي يجب أن نفكر بتفعيل القطاع الزراعي والصناعي عن طريق موضوع الاقتراض باحتبار لوزارة العامل أعتقد راح يسرع على التوجه موضوع دعم القروض الصغيرة برأيي من المفترض أن يكون عنده كونترول وعندنا حسابات الآن أنه نحاول قدر الإمكان أن نوجه إحنا شبابنا باتجاه مشاريع ترسمها الحكومة وتدفع لها المقترض أنه فكر لبناء هكذا مشروع صغير بالتالي هذا راح يكون بعائدات كبيرة جدا على السوق والقطاع الخاص وبالتالي على موازنة وميزانية الدولة العراقية مفروض أنه حتى من أنطي قرض لازم أن أهله على المشروع يستثمر يشتغل صحيح هذا رسم السياسات اليوم دكتور قحطان يعني عدي 20 دولار أنا اليوم دع أبيع البرميلة بـ 85 بس أنا حاسبته ضمن الموازنة أنا حاسبته على الـ 65 يعني أكو فرق 20 دولار هذا الفرق وين راح يروح وهذا الفرق ليش ما يسدلي هذا العجز وليش ما يحلي هاي المشاكل هو يفترض كذلك الحال أنه هذا الفرق يسد العجز ولكن أعيد وأكرر أن التجارب السابقة على طول الخط كان السعر البرميلة الميزانية الشكل والواقع الشكل آخر والهوة الكبيرة بين السعرين لم يتم استثمارها بصورة صحيحة ودليل على ذلك أن الدولة ما زالت مستمرة والقصور في إداءة الدولة بجانب المالي موجودة إذن أؤكد أنه خلال يكمن في طبيعة التعامل الجدي والمهني من الجهات المعنية المالية بالحكومة بالتحديد والمنج مركزي مع العملة ومع كيفية القروج منها هنا المعضلة أي هناك هوة كبيرة ما بين مطلبات المهنية الحقة للمالية الأمور المالية وبين القرار السياسي الذي هو جانب كبير مننا خاضع إلى إرادة سياسية وليس مالية مهنية ذلك أعتقد للأسف الشديد هنا أو كرر ليس متحاملا ولا موقف مسبق بقدر ما هو دالة مستنبطة من الواقع أنه لم يتم في هذه الأيام استثمار هذه الهوة وعلى طول الخط كان فرق كبير ما بين بل كانت في حد السنوات 45 دولار محسوب وارتفعته إلى ما يجد المئة دولار برميل واحد أي حوالي مئة وعشر مئة دكتور قحطال وانت قاعدت تتكلماني حسابت سويت حسبته هنن قلنا عشرين دولار في أربعة مليون نفترض أن نصدر أربعة مليون برميل بليوم يطلع لثمانين مليون دولار بليوم الواحد نعم رقم وضربية في الشهر تطلع مبالغ قريبة للمبلغ الإجمالي الفارغ مطبيعي المشكلة في الشخص الذي يتعامل مع موضوع المال هل هو مهني هل هو في بعديه الحقيقي توظيف القدرات الدولة بما يرفع ويؤمن تنمية حقيقية للأسف أقول التجربة العراقية من 2003 لحد الآن تقول خلاف ذلك ودلات الحالية ما زالت تقول خلاف ذلك دكتور هذا الفرق وين يروح؟ المفروض يعزز العجز اللي موجود لكن للأسف من زيادة ضعف الأسعار بدأ 45 وزاد لحد الآن ما تحاسبنا ما كان تطابق وتصفية الموازنة يعني قصدك أن الحسابات الختامية؟ تطابق الحسابات الختامية ما موجود لهذا السبب اللي يصار وإحنا كل سنة يعبر أنه يجي بقرار المجلس النواب يعبرون هذا الموضوع وهذا كبير خطأ أخر حسابات ختامية وين وصلنا بها حسب علمك دكتور؟ يا سنة أعتقد ما عندي معلومة بس أعتقد 20 عشرة أعتقد أعتقد آني سامع 2020 وعد ما لا 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 أعتقد وصلوهما للـ 16 وما أعتقد المهم لأنه كانت 14 لـ 14 لـ 14 داعش ما داعش وما أعرف عدنا موضوع الحسابات الختامية والفائض من الأمال بالنفط يجب أن تكون هذه توظف للبنى التحتية 80 مليون دولار باليوم وعدنا مدارس طينية 80 مليون دولار باليوم وعدنا مدارس كارفانية 80 مليون دولار وعدنا مدارس آية للسقوط 80 مليون دولار وعدنا جامعات مستحدثة مستحدثة ما بها فقط طلاب وأبنية غير مكتملة 80 مليون دولار وعدنا نسبة الفقر وصلت إلى 12 مليون يعني احنا عدنا سوء دارة بالأمال سوء دارة في توظيف هذا الأمال بخدمة المجتمع وخدمة التولي خليني 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 نتكلم عن 74 ألف يعني اليوم خلي أستثمر خلي أستثمر وجودك باعتبارك يعني لجنة التعليم العالي يعني أنه اليوم مجل الخدمة الاتحادي قال أنه احنا أحصينا 74 ألف من حملة الشهادات حتى احنا نشملهم المفروض بالتعيينات طيب وغير ذولا ما عدنا بس يعني الآخرين اليوم المحصل فرص اليوم عدنا مشكلة الإداريين ومشكلة العقود وملاحق العقود وغيرها يعني ذولا ما تنحل مشاكلهم أو إذا فعلا توظفوا هل راح يصير عبئ أكثر على الموازنة يعني اليوم حقيقة يعني أكون محزن وأكون مبكي بالموضوع الـ 74 ألف درجة وظيفية في مجلس المللي صالح وزارة التعليم على البحث العلمي اللي استثمر معدها 42 ألف بقى 32 ألف لم تستثمر يراد منها أن تلغى هذه الدرجات أنا كان رأينا أنه ينطالب أن يبقاها هذه الدرجات اللي صالح وزارة التعليم على البحث العلمي لسد النقص اللي موجود هذه مهمة جدا هم جدًا عدد اليوم يستحقون من حملة الشهادة يعني كثير يستحقون قسم من عدهم دخل يعني ما جاهم بوركوت قسم ما صححوا يعني كثيرين يعني كان عدنا مطالب لمجلس خدمة اتحادي بفتح بوابة للخرجين وحملة الشهادات العليا حتى يصحوا موقفهم وبالتالي قسم ضيق الوقت ما سمح لهم يتقدمون فطلبنا وحتى باللقاء الأخير مع رئيس الوزراء سيد رئيس الوزراء طلبنا بأنه يفتح البوابة لمدة محددة حتى لسبوع حتى يقدرون الآخرين عندك حصائية بحملة شهادات العليا لو ما عندك حصائية يعني تقريبية يعني لسه ما عند حصائية مكتملة بهذا الخصوص تارفين هذا الموضوع أكو حملة شهادات العليا من الداخل وحملة شهادات العليا بالقيد الإنجاز بالمعادلة طيب إذن خلينا نرجع على الأربع مليون موظف تذكرت نقطة مهمة جنابك ذكرت أني اليوم مشكلة العقود مشكلة التعينات هي تراكمات حكومات سابقة اليوم هذه الحكومة والحمد لله جاءت وراءت أربع مليون المفروض الشخص لازم توظفهم شلون يطلعون عليهم مظاهرات شلون يقولون أنتوا بدأت طلطونا حقوقنا كشعب لكن اليوم شون راح تتعامل شون راح تضمن الأربع مليون وظيفة بمختلف الوظائف بمختلف الشهادات في موازنة 23 سوف جاء السجيان نحن عندنا مشكلتين قد تكون غير منظورة أو ما أخذ بصراحة مساحتها التشخيصية أو النقدية مساحة الاستثمار الإيجابي لحد الآن الاستثمار في العراق لا يشبه أي استثمار في العالم كل دول العالم الاستثمار بميزة الميزة الأولى تدخل رؤوس أموال وتدخل خبرة وياه للبلد اللي يستثمر في أي مجال في العراق وللأسف لا ليد العاملة تشغل ولفلوس من الدولة العراقية ما أعرف شنو هذا من استثمار المفروض أنه يتم مراجعة هذا الموضوع وهذا الموضوع برأيه لو فعلا استثمرنا الاستثمار الأمثل يعني على سبيل الفرق مثلا المثال وليس الحصر نعم أغلبية الدول اللي زرتها يعني خلينا نقول الدول المجاورة موضوع الطرق والجسور كلها خاضع للاستثمار يعني هناك شركة يتم التعاقد معها خصوصا في الطرق الخارجية مقابل ثمن معين هذه الشركة تبني هذه الطرق والجسور وتتعاقدها الحكومة على مستوى عشرين سنة أو خمسة وعشرين سنة طبعا مع البناء أكو صيانة دائمة من نال عشرين سنة بالمقابل الحكومة تاخذ قرابة عشرين بالمية من نسبة الأرباح اللي يتحصلها هاي الشركة نعم نحن لو نيجي هالسان هذا الموضوع هو يخففنا من كاهل الموازنة ثانيا رح يوفرنا فرص عمل كبيرة جدا نتعالجنا موضوع البطالة رح يعالجنا مستوى الفقر هاي الأمور من المفترض أن تنظر من قبل الحكومة سؤال آخر عدنا مشكلة احنا مركزين بس على الواردات النفطية يا أخوان عدنا واردات عظيمة وكبيرة جدا القمارك الضرائب الاتصالات جباية الوزارات المرور هاي كلها مبيعات النفط الأسود بالخام داخل السوق المحلية هاي كلها واردات هاي تسأل هاي الأمور وين تتروح يعني ذلك يجي تقدرها مو أقل من 30 مليار دولار من المفترض الطب لموازنة العراقية هذا الموضوع يعني وين تتروح ما أعرف يعني هي المشكلة فعلا ماكو تسوية فماكو إيجابة لهذا الموضوع وحتى فرق سعر البنبي يعني من ارتفاع سعر البنبي من الـ 45 اللي وصل الـ 112 واللي حد الآن ما نعرف الواردات وين تتروح فبالتالي 80 مليون دولار الآن حشبتها هس أيو 80 80 مليون دولار باليوم باليوم إذن نحسبها قرارة بشارة 42 يعني فدرقهم فدرقهم مهول يعني مو رقم عادي زين تجي على مستوى السنة يعني قرارة 25 إلى 30 مليار إحنا هاي عدنا فرق وين ديروا هذا هذا المفترض يغطينا بدل ما ودي للإحتياط وارفع من سعر الدينار اللي هو للأسف ما عرفنا سعر الدينار سياسي لو اقتصادي إذا سياسي فمن المفترض أنه نشيل الاحتياط هذا مال النفوط خب نستخدمه اقتصاديا ونسدف وذا يقول لا ولا اقتصاديا هم من المفترض نشيل هذا الفرق ونخلي على الموازنة وبالتالي ما رح للإقتراض ورتب على المواطن والدولة العراقية في المستقبل ديون ترتب عليها فوائد كبيرة وكثيرة جدا تستنزف الاقتصاد العراقي في المستقبل أنا دكتور قحطان ما رح أقول لك هذا السعر 1300 سياسي لو اقتصادي بس أنا رح أسئل لك هسو تنفس صناعي أو تنفس طبيعي لا صناعي كل صناعي والسياسي مئة في المئة سواء ذلك الذي ارتفع في السنة الماضية أو سواء هذا الانخفاض كله سياسي وسألت جنابش أن الموالي العراقية مع الفرق الكبير بقيمة الورد نقول يوميا كان يذهب إلى إيران ما يقرب 250 مليون دولار عن طريق البنجيو مركزي بتحويل بشركات واضحة وبين أنها مصارف تبع الإيران في العراق مستمر الفساد كل فاسد يظهر يتوقف أسبوع وهو سارق لكذا مليار دولار ثم يخرج في يوم الثاني بكفالة في نص مليون دينار معاك الله معاك بل إذا يحكم سنة يقضيها في جزر كناري على حساب الدولة ثم يعود مترفته الخلال عزيزتي المشكلة الكبيرة أننا نحن الآن بعد 2003 لحد الآن لم تعتلي الحكومة العراقية أو ناس لا ذوي مهنية عالية ولا وطنية حقيقية ولا هناك جهة مسائلة حقيقية السساد مسيطرة على الشيء العراقي كاملة والذي يلوم الحكومة الحالية ويقول أن هذه تبعيات الحكومة السابقة أقول كلها من بعض فأي مسئول العراقي تمسكه تراه بالأمس كان وزير فلاني وكان وزير فلاني هو ذات التحول من شباك إلى باب من باب إلى شباك إذن نحن منذ 2003 لحد الآن في صيورة واحدة إدارة واحدة ترتيبها واحدة للأسف الشديد لم تعطينا الدالة واحدة على هناك ثمة أمل في هذه المجامع أن تقود بلد لتجهز السلم ذلك أنا أعتقد الوضع الدنار سوف يسيء أكثر ودولار سوف يرتفع أكثر رغم محاولات الحكومة التي حاولت إخفاضها وأنا أقول أنه لأنه جزء من صراع أساسي بين إيران وأمريكا وبالتالي هو قرار سياسي بحث سواء كان بدلته الداخلية أو الخارجية زد على ذلك كما قال ملانا لا يوجد لدينا نصاد خاص اقتصادي يمكن أن يعيد ولا يوجد لدينا نصاد حام يمكن أن نعتمد عليه وآخر شيء سمعنا أن معمى التعليب كربلاء سيتم إن شاء الله تفليشه وبناء مول على الجديد والحمد لله شكرا ربك يعني هذا فعل شر بنيتي ما يضحك حقيقة يعني اليوم يعني اليوم إحنا افترضنا أنه وصلت وافترضنا حيصير أكو عجز لكن هي راح تمرر لا لا هو هذا السؤال اليوم من ذا الموازنة وصلت لمشه النواب راح تمرر رأسيات النائب لو همنا راح لا هو بالتالي خلني نشوف الموازنة شين اللي بيها وبعد ذلك تعرفين نكون واقعين هي الكتل ومصالح الكتل اللي موجودة بالتالي نعم إذا أمنت مصالح الكتل ستمرر الموازنة أما إذا لم تؤمن مصالح الكتل السياسية سيكون هناك اعتراضات لهذه على هذه الموازنة أنتم ما عندكم أي مسودة يعني فالتسريب هي تسريبات موجودة موجودة وبيها يعني بالمقدمة كلامك لطيف وحلو واقعي قلت لي أنه ما عندنا لا تعدى سكاني كيف راح نوزعها على كيف نوزعها يعني كموازنة خصوصا المحافظات اللي تحت مستوى خط الفقر المشاريع استراتيجية يعني كيف نوزعها المناطق المقررة شرحت الحصة الأقنية الأقليم كيف تنحس كل هذه يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار في أن تضحف الموازنة حتى تكون حكومة حقية طبعا كان الله في عون من يضع الموازنة يجب أن يراعي تمرير الموازنة ونجاحها بتنفيذ برنامج الحكومي برنامج الحكومي كيف راح تكون يعني هذه العملية ليس سهلة بالنسبة للحكومة نعم هناك من يقول أن دولة الرئيس يعني الموازنة كتبت لتطبيق البرنامج الحكومي يجب أن تكون كذلك يعني هذا ما أكله عليه لأنه إحنا التزام وصوتنا على البرنامج الحكومي يجب إحنا ملزمين أن تكون هذه الموازنة تتماها مع البرنامج الحكومي حتى نمشي أستاذ علي اليوم شون راح تنحسب حصة الأقليم وبرأيك اليوم راح تبرر لو أكون من راح يقول لا أنا حصتي هلقد وحصتي هلقد وهذا راح يقول لك لا أنت لازم تسلم اللي صدرته حتى أني أقدر أنطيك وهذه التفاصيل يعني إذا قصنا حقيقة هذه الحكومة نسبة للحكومات السابقة الأجواء السياسية إلى حد ما برأي إيجابية لتمرير الموازنة باحتبار أنه عندنا الآن اتلاف ويسمى اتلاف إدارة الدولة هو داعم حقيقة وأكو تفاهمات كبيرة جدا تفاهمات بينية سابقة أيضا لعمل مجلس الوزراء والبرلمان العراقي يعني طبقة السياسية الآن اللي تأثر على عمل الحكومة وتأثر على عمل البرلمان كقيادات برأي إلى حد ما أكو توافق واتفاق في هذا الموضوع لذلك لا أرى أنه أكو معرقلات أو مطباة سياسية في موضوع الإقرار موضوع الإقليم برأي وإن كان الإقليم الآن مقصر وخصوصا بعد قرار المحكمة الاتحادية لكن بالأخير الإقليم لديه حصة تحتسب على الموازنة لكن هذه الحصة أكيد مشروطة يعني إذا نرجع قرار المحكمة الاتحادية ما قال لا تنطون للإقليم بل قال لا من المفترض أنه يسلم الإقليم الحصة اللي على عاطقة ويأخذ مقامل هذا ما قيمته من الموازنة العراقية لذلك ما أشوف الأجواء السلبية إلى حد ما الأجواء السياسية مهيئة لإقرار الموازنة لكن برأي الأمور الفنية التي من المفترض أن تراعى وأن نجد لمسات فنية تختلف عن الطابع الكلاسيكي والتقليدي اللي جرت العادة عليها احتساب الموازنة لحساب الأغراض السياسية لا من المفترض أنه الآن فعلا وإشارة لطيفة من جنابش من سئلة السيد النائب عندنا برنامج حكومي وللأمانة البرنامج الحكومي لو طبقنا 30 إلى 50% من عنده في هذه المرحلة برأي إحنا راح نتقدم خطوة إيجابية باحتبار أنه برنامج الحكومي يذهب إلى تفعيل القطاع الزراعي والصناعي والتجاري والسياحي عفوا في المرحلة القادمة وهذا ما راح يمطينا حقيقة أولا تحريك للقطاع الخاص وبنفس الوقت تحريك حتى للمشاريع القطاع العام باحتبار وزارة الصناعة فيها معامل بالمناسبة كلام دكتور قحطان أنا أعتقد اختلف فيها لأن على حد علمي العتبة الحسينية تكلفت في موضوع تأهيل معمل تعليم كربلاء وشفت الصور مرته رهيبة جدا يعني جاهز للعمل يجل معلومة قديمة يا دكتور قحطان لا لا يعني شفت الصور عن دازوليها فشي يعني يبهر حقيقة يعني نتمنى نتمنى معامل تكون نعم العتبة العبواسية والحسينية برأي الآن أصبحت تجاربها لتطبقها الحكومة العراقية برأيه نعم راح هو يصير تقدم في القطاع الانتاجي لأن الآن العتبة العبواسية والحسينية تعمل على موضوع الاكتفاءة الذات بل أصبحت منتجة الآن كل مشاريحة على المستوى الصناعي والزراعي لذلك عدنا فرص نتمنى حقيقة أن تتحول هذه الأماني وهذه الفرص إلى تجارب حقيقية على أرض الواقع وبرأيه الظروف كل السانحة على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي حتى على عذرا وآسف على طالح حتى على مستوى القرار الدولي الظروف الآن من المفترض أن تستثمر من قبل الحكومة العراقية أجواء الحرب الروسية الأوكرانية أنا برأيه الآن تجعل من العراق له أهمية كبيرة جدا لا حتى حتى الآن العالم الغربي يعني مو حباً بينا لا هو يريد العراق مستقر حتى يعوض النقص الهائل في موضوع الطاقة على مستوى الاوكرانية وروسية لذلك الظروف سامح أنا شوفها سياسياً لقرار الدولي كتور قحطان اليوم يعني نرجع على موضوع العقبة الأكبر يعني حسب توقعاتها ممكن أن تكون هي المعارقلة لموضوع تصويت على الموازنة اللي هو يعني حصة الإقليم يعني حصته من الموازنة يعني برأيك اليوم ممكن أن يكون ناكملاتهم اتفاق حتى تمرر هذه الموازنة أم رح نرجع بنفس الموضوع في كل موازنة سابقة أنا أعتقد الأمور معقدة كثيراً لأسباب أهمها أولاً الخلاف الكردي الكردي ما بين الطلبان البرزاني وحساب كل طرف الآخر على أنه جزء من الصيورة الخاصة في بغداد واحد اثنين الضغوطات الإيرانية على الجانب الرسمي في الحكومة التي لا تتوافق إلى حد كبير مع أفكار وآراء التي يهب إليها برزاني الشيء الثالث أنا أحمل الجماعة الحكومة بدون استثناء هذا الخلال الأساسي أنه أساساً منذ بدأت العملية السياسية رسمت الأمور خطأاً غياب المراقبة المالية لمنطقة الشمالية أي ما يسمى العقل ذاتي أو عفوا يسمى إقليم كردستان واستقلالية الشبه الكاملة وبالتالي الآن عندما بدأت الأمور تعود إلى حال إلى حد المعين أنا أتمنى أن يكون كذلك الطرف الآخر الكردي وكأنه جزء من صيورة صنعها الجميع مع بعضهم وبالتالي يراها أنها جزء من تنصل أطراف الترتيبة عن ما اتفقوا معاه في لندن ونيورك إذن هناك خير كبير لا ينظر إلى حصراً من خلال الأخطاء القائمة نعم على الإقليم أن يسلم ما بذمته من أموال واردات إلى الحكومة الاتحادية واردات النفط واردات النار الحدودية تسلم إلى بغداد شيء الآخر لماذا الحكومة بغداد أساساً موافقة على أن هي تعطي أموال بشكل عام والمنطقة الكردية توزع رواتب لماذا لا يرضى الموظف في شمال العراق حسكري أو مدني في ترتيبة معينة كأي موظف آخر في العراق وبالتالي راتب المواطن يستلم مخاشرة من وزارة المالية سيمو أن تجرب العالم الفيدرالية المالية الخارجية الجيش دائماً يصير في المركز في بغداد وفي العاصمة كما هو في حال أمريكا وسواها وضع عراقي الخلل الذي بدأ به الآن يحصدون الخلل لذلك لا أعتقد يتفقون لأنه سيخسر السارق يخسر كثير من مصادر سرقته المعتادة عليها طيب دكتور دكتور ياسين اليوم صحيح للمعلومة أنه المعلومة اللي وصلت تده ميزانية 23 150 ترليون هل هذا الرقم صحيح؟ أعتقد قريب على الرقم قريب على هذا الرقم طيب هذا المية وخمسين ترليون هاي حسب حاجة المحافظات حسب حاجة الوزارات أم هذه حسب حاجة البرنامج الحكومي حتى نحن نكون اليوم يعني حتى نعرف إحنا وين رايحين وين متجهين اليوم سجيان احنا عدنا نفط نبيع النفط نخليه البنك البنك يحول الى دينار وينطي الموازنة احنا صار عدنا هذا الرقم في هذه السنة هذا احنا نبني موازنتنا على مبلغ معين كل عاية كل وزارة تقدم خطتها وكذلك الهيئات اللي موجودة يطلع من عندها اللي هو والتشغيلية والباقي يصد بإحتياجات الأخرى مثل الأمنية والعسكرية ومن ثم البناء التحتية وهكذا اللي موجودة فإذا تبنى الموازنة على الأساسيات اللي موجودة والأولويات الأهم في المهم يعني أعتقد أنه أقطع الصحة والتربوي رح يأخذ حصة الأسد في هذه الموازنة الصحة والتربوي الصحة والتربوي يعني ممكن أننا اليوم نشهد بناء 11 ألف مدرسة 11 ألف مدرسة لا أعتقد لكن خلال أربع سنوات أو ثلاث سنوات ممكن أن نذهب بـ 11 ألف مدرسة اللي موجودة طيب رح تبرر لو ما تبرر مرتيناني أسألك استقراءاتك اليوم يعني أنا أعتبر أنه غائب الجزئية السياسية المعارضة غياب تيار الصدري اليوم فالمفروض أنه الأمور مؤاتية مرات خلاف الأخوة أكثر من خلاف الجهات الأخرى اللي موجودة يعني هو تحالف إدارة الدولة والتحالف لتشكيل حكومة تحالف غير متجانس إدارة الدولة مع من؟ هو كتحالف كامل تشكيل حكومة أتمنى أن نتمر الموازنة لأنه تأخيرها يضر بالمواطن كذلك الحال أتمنى أيضا كل التبنيات اليوم أن تحل قضية الأقليم لأنه خلافات السياسية تنعكس بالسلب على المواطن البسيط اللي ينتظر معاشه وراتبه يعني اليوم إذن فلنكم أخاضع أسير في مجسن نواب راح يصير خلت أجي ببداية الموازنة ومن ثم نقراها ومن ثم نحللها يعني خلينا نشوف خلينا نشوف وسجينا حتى نحلل وفق معلومة يعني يكون معطيات معلومات تتحرك عليها طيب أنا طبعا راح أختم لأنه ما ظل عندي وقت كنت أتمنى أنه أنا أسأل اليوم إحنا من ضمن الأشياء نتحدث بيها يعني حصة البصرة وباقي الأشياء لكن اليوم من الوقت ما أسعفنا لفضل الله مستشار المركز العلاق للدراسات وأشكر عبر سكايب دكتور علوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي على وجود دوياننا اليوم وأتمنى لك يعني طبعا السلامة وعودة إن شاء الله للعراق دكتور قحطان حياك الله حفظك وأيضا أشكر للسيد النائب دكتور ياسي العثاوي عضو مجس النواب عن لجنة التعليم العالية وأنا أتمنى إن شاء الله ملتقانا بعد أسبوعين إن شاء الله حتى نشوف ما بعد إيصالها إلى مجلس النواب ونتمنى أن تقدم مصلحة المواطن العراقي ومصلحة البرنامج الحكومي ومصلحة العراق أولا ونضع الخلافات السياسية هو تمني ولكن سنعمل عليه إن شاء الله شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم عامل